لقاءات مستمرة مع رؤساء الأحزاب ليه بنعمل هذه اللقاءات؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم للمهتم من المصريين لدينا استحقاق دستوري كبير اسمه مجلس الشيوخ هيبقى عندنا غرفة برلمانية أخرى بعد ما ألغيت منذ زمن أعدناها مرة أخرى كان عندنا مجلس الشورى سمينا مجلس الشيوخ حضراتكم وفقتوا في الدستور على هذا الأمر والآن نحن نطبق الدستور أيام وبعندنا انتخابات للمهتم بالحدودة اللي أنا بقول عليها دي قررنا ندعو رؤساء الأحزاب كلهم عشان يقولوا شهادتهم على التاريخ شهادتهم في هذه المرحلة شهادتهم على الأحداث راضيين عن اللي بيحصل ولا مش راضيين شايفين انتخابات إزاي شايفين القواعد إزاي إيه الفرق بين دلوقتي وبين زمان ده دورنا نحن نوسقه النهاردة زي ما وصقناه في حلقات أخرى مع رؤساء أحزاب آخرين سمحوني أنا رحب بضيفي الأستاذ النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع سيد النائب أهلا وسهلا أهلا بيك أساس خير سيد أن أنا معك وأنا كمان ربنا يخلي حضرتك هبتدي من دعوة تلقيتموها كحزب من حزب مستقبل وطن شفتوا الدعوة دي ازاي شكلا ومضمونة أولا أنا أول ما اتصل بي لصديقي وزميلي من البرمان الشاب أشرف رشاد وهو صديق قديم من قبل ما يبقى حزب ومنه هو نشيط نشط حركة طلابية وتحدي وكده وبتاعه والعلاقة قديمة يعني وبعد كده بقى حملة الرئيس ومحزب السابة الوطن فكان حصل تغيير بأن أشرف رشاد ارتضى أن يكون نائب لقامة مهمة اللي هو عبوهاب يا عبد الرئيس أيوة الرئيس المحكمة دستورية السابة فكان طبيعي أن أنا حتى لو ما فيش دعوة للتقاءة روح أعني فلتحصل اللقاء مع سيدة المستشار عبد الرئيس ودود مهانس أشرف رشاد وطرحوا هما أن هذا اللقاء سببه من نسبة لهم هو دعوة حزب التجمع وأحزاب أخرى لتحالف انتخابي وهذا التحالف لا فيه محصصة تقسيمة المقاعد ولا فيه إملاء بأسماء على حد يعني لا يختار لي ولا يختار له وفقت أن نحن نخش مع بعض السبب مهم جدا أننا منذ 30 يونيو وحتى الآن نسح كحزب تجمع ونحن نعيد اللحمة ولم شمل حلف 30 يونيو ونأدعو حتى الآن لجبهة وطنية في مواجهة المخاطر اللي بتخوضها مصر وبالتالي لما يجي استحقاق انتخابي من الطبيعي أن القوة 30 يونيو الحريصة على سلامة الوطن ووحدة الأرض والشعب أنها تتوحد حتى لو تقدم تنظرات لبعض زد طبع انتخابي لكن علشان ننهي هذه المرحلة في بناء الدولة مع بعض ومن هنا كان طبيعي أن نحن نوافق على دخول هذه القايمة طالما طالما ما فهاش حد إحنا نرى أنه عليه شبهات أسف مدان في أضايا فساد أو متأسلم يحايد استخدم الوطن لصالح فكرة الفكرة الخلافة علشان يحكمنا مرة تانية سواء كان إخوانجي أو سلافي أو أي حاجة تمام اجتمعت وبعدين أخبروك أن حزب التجمع له ثلاث مقاعد في القائمة المقترح يعني أنا إحنا ما يجب أن أقول لحضراتك إحنا كنا الأساس بالنسبة لنا أن نتفق على الجبحة الوطنية ما عملناهاش لسه لكن الممارسات التي تكسب ثقة نكسب ثقة بعض فيها من أن نحن نخش الانتخابات معها بها فما فيش عندي مشكلة كبيرة في أن نحن يبقى رؤية منصق الانتخابات أن حزب التجمع له ثلاث مقاعد منصق الانتخابات الضمير ده عائد على مين؟ عائد على اللجنة التشاورية اللي كانت بتعاعد اللي برئاسة مستقبل وطنية اللي طبعا بيرأس على المصر الشرع وقد ارتضناه كلنا المصر الشرع عبدالرزح اللي قيمته الأدبية طبعا 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 فما كانش عندي سبب للمناقشة في الرقم لكن عندي ترقب لنجاح التجربة نحن ننجح فنحن نعمل بس برضو يعني فيه نائبين ولا تلات نواب في البرلمان دلوقتي نحن اتنين اتنين لما ناخد تلاتة في الشيوخ برضو منطقي لا لا ما هيش عائد ما هيش نسبة وتناسب مالهي ايه لا لا علاقة برضو بالهدف السياسي يعنينا اتنين في البرلمان ممكن أبقى شايف ان اهمية البرلمان او اهميتنا في البرلمان مالهاش علاقة بعددنا لها علاقة بالبرنامج بس طب لو حجمتك بتحط قواعد المعايير تبقى ايه لا في اللحظة دي في اللحظة دي انا مش هحط معايير السياسية انا يعني هحط معايير معايير واحد بس الاحزاب اللي موجودة في خندق قوى الوطنية في مواجهة خندق قوى الثورة المضادة هذه الاحزاب ممكن نقدم لها نقدم لبعض تنزلات في الاعداد كلام ده بيحصل في السياسة حصل اه ما هو فيه احزاب ما جاتش خمس ما علش يعني الاحزاب اللي ما جاتش فيه ناس كانت قالت استحق اكتر من كده ما هي لانها شايف الموضوع ارقام مش تجربة عايزين ننجحها بعد كده هنتنخينا بقى في الارقام لما تستقر الدولة وتقوى المؤسسات يعني افهم من كده لو جيت دعيت لنفس الدعوة في مجلس النواب واقولك ما علش انتم اثنين المرات هنخليكم واحد هتوافق لا ما هي يعني الزرف كمان هيبقى اختلف بمعنى بمعنى ان احنا دي التجربة الاولى في العمل المشترك بنا عمل انتخابي ونجحت ونجحت او في طريقة لانها تنجح ان شاء الله بعد انتهاء الانتخابات يعني لا ما هو الاتحاد في حد ذاته كان الفكرة ان تنجح او لا تنجح من الجمهور ده ما يؤثرش على فكرة نجاح تجربة التوافق طبعا طبعا نجح تفاكرة التوافق الانتخابي صحيح اه البرلمان ممكن يبقى ليه وضع مختلف لان احنا بنتكلم عن اه يعني احنا بنتكلم في الشيوخ عن مجلس يقدم دراسات يفكر يتفاعل مع بعضه كخبراء فانا مش مطلوب مئة خبير اقتصادي صحيح مطلوب اثنين ثلاثة وزي هون في الثقافة وزي هون في الحركة الشبابية وزي هون في الحركة النقابية اوها كذا انما البرلمان انت محتاج انت بتحرق بتتحرق كحزب ببرنامجة كل لحظة في البرلمان وهو في لجانة متعددة صح وبفكر بقى التجمع بالزبط فهنا انا يعني الموقف مختلف يعني لو جمع رأس مليون عايزين يطلعوا القانون حضرتك هتوقف لا مش وقف او يعني بفكري يتعارض مع فكر اليسار يعني مصالح للطبقات الشعبية والطبقة الوسطى في لحظة الانتقال برضو خلي بالحضرتك احنا يحكم حزب التجمع مش ان احنا عايزين نبني الاشتراكية احنا عايزين نتخطى المرحلة الانتقالية للوقت الطويلة اللي مصر دخلتها بعد 30 ون يوم انت ليس مسميها مرحلة انتقالية طبعا احنا دولة تسد علي الشمس دلوقتي ما شاء الله لا لا احنا دولة من قبل التاريخ ماشي بس يعد الوقت يا أصد بعد حالة حصلت الارتباك اللي حصل بصورتين كده وكا لا الدولة استقرت والدنيا تمام ومنجح لسه برضو يعني تصفها بأنها مرحلة انتقالية طبعا لان احنا لازم نقدم تنزلات في حاجات علشان قاتل نتجاوز المرحلة انتقالية منها ان احنا موضوع توزيع الاعباء بتاعت البرامج الاقتصادي بين طبعات المجتمع هنوصل للحاجات الموضوعية ما انا عشان كده نقابل انها تبقى المرحلة تقالية فيها بعض حاجات نفس الكلام هتقبله في موضوع النواب ولا لأ جم في النواب قالو لك وفقا للمبادئ اللي حالتك بتقولها دي والله انتو اتنين احنا بقى قررنا كده اللجنة التنسيقية دي انتو تبقوا واحد بس في النواب هتقول ايه والله انا عايزة راجع على برقاء في برامان 2015 نقاشات من النوع ده حوالين القيمة انتهت بان احنا خرجنا من القيمة نهائي واننا رفضت خشها طب ليه بقى المبادئ تبقت في الشيوخ ولم تطبق في البرلمان فارق بينهم مع الفكرة هيتلع 3-4 سنوات لا لا انا بكلم الشيوخ بمهمه والبرلمان بمهمه اذا البرلمان مفيش تنازل لا لا البرلمان انا داخل بقول لحضرتك اناضل يوميا قانونيا ودستوريا ببرنامج ببرنامج وبتوافق مع الاحزاب والقوة الاخرى في داخل البرلمان طب معلش غششني شوية هفترد المسشارة عبدالوهاب وعبدالرازق بعد انتهاء الشيوخ دعاك للقاء اخر عشان البرلمان وقال لك والله عندنا برضو مثلا ده مش عندنا مئة اسم التجمع ياخد كم واحد من وجهة نظر يعني انا لازم ماهنا بنقشد بالشر عبدالوهاب عبدالرازق وقامة محترمة ادي اعتبار لتقديراته فانا معرفش شؤاله هيبقى ازاي عشان احدد اجابتي هو هيسألك لو حضرك بتتكلم او بتتوقع انا مش هقدر اوافق على التوقع ان انا اجاوب مقدما على شغال انا ما سألتهش اه لان احنا ممكن ننزل تخبات البرلمان الجاية وهنا قرار الحزب برضو مهم طبعا قرار الحزب تتاخد بشأن الشيوخ اه اما البرلمان فممكن قرار الحزب زي البرلمان اللي فات قلنا هننزل فردي ومش ننزلين قايمة ومش ننزلين قايمة فبرضو لسه قرار الحزب مش تحت ايدي ما احنا قلنا بقى فيه توافق وبتاع ما هو في حدود التوافق ما هو في حدود التوافق يعني يعني انا مقدر شدي موافقة مسبقة نيابة عن الحزب لا ما فهم لازم ترجع الحزب صحيح هل لما ترح عليك ثلاثة مقاعد اتناقشت قلت لا يبقى اربعة لا يبقى خمسة هل اتناقشت ولا قابلت فورا انا وفعت في دقيقة في دقيقة في دقيقة واحد هل طلب منك الاسماء وعطيت الاسماء كمان فورا لو طلب تلاتين كان عندي تلاتين اسم لكن الطلب تلاتة فعطيت الاسماء واسماء محترمة الاستاذة فريدة النقاش رئيس اصبق لتحرير الاهالي والمثقفة والنقضة الأدبية الاستاذة المهانس احمد شعبان هضو شورى السابق وامين حزبنا هضو امانة عامة في اسكندرية نظيم وشاب الاستاذ عمر عزت من الجيزة هضو تنسقية الشباب والحزاب وناخد على اللوت اجربة انتخابية وكل واحد بندول اللوت دائرة على فكرة عزيم جدا بس هنا بقى سؤال بسأله حاجة بتقول لنا كنت جاهز بتلاتين اسم لكن لما جينا نفتح باب الفردي نزلته بواحد ده أصلا طبعا يعني من لخبطات لأن حضر لك حق في السؤال احنا لو لو هي فردي بس لو هي عامة بقى من اللي هي بتنجح دي لا أقلاص تلاتين اسم وجاهزين لكن فردي التجمع بتاريخه كله انزل بعض واحد يعني بمرشر واحد ليه بقى أقول لحضرتك احنا عشان نعمل ميزانية للانتخابات في حزبنا لازم تبقى تدير على قد شرعين أو قرية ليه بقى احنا حزبنا يعني ما تيدي حركت اللي نزل الانتخابات ده ميزانيته ايه أقول لك أنا معرفهاش على قد التبرعات اللي هتجيله من أعضاء الحزب وأصدقاء ودول غالبا موظفين وعمال وزبتاجر صغير وفلاح أجري وحاجات من النوع لانه جوا نوع رجال الأعمال ما بيجوش ما بيتبرعوش حاسب التجمع لانهم يعتقدوا زمان انه ضد السلطة وحاليا اليسار يعني اه تجمعوا اليسار انه ضد زمان يعتقدوا انه ضد السلطة نمرت لانه ما فيش مصالح الحقيقة نقدر نقديها وممكن يبقى مش فهمنا صح يعني مش قريب الرماجنا وبالتالي نحن مش ضده بس هو مش فهم عجزتم عن تقديم عدد من الأحزاب عدد من المرشحين واكتفيتوا بواحد اه ده عايزة نضيف السبب تاني ان الانتخاب في مصر بيتمش على أساس البرنامج يعني احنا زمالنا اللي نازل نازل ببرنامج الحزب طيب هل الناخبين هينتخبوه على هذا البرنامج يعني عدد محدود قوي اللي هو هيكافح هذا موضوع هياخد وقت طويل قوي عشان نحله والله على فكرة حتى الدول الأوروبية محلتوش ولا يعني اعتقد ان فيه ناخب تقليدي للحزب المحافظين وناخب تقليدي للحزب العمال وفيه ناخب تقليدي ده في انجلترا باعتبر لكن في بعض الدول الأوروبية مفهاش كلب ده دلوقت بس ده مش معناه ان انا اتغافل اهمية البرنامج وجمهور البرنامج او الناخب بتاع البرنامج المتعلقة بالمواطن وعلاقته بالمؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب دي كلنا مسؤولين عنها طبعا لكن انا كان في البداية عندي مشكلتي الأحزاب مع الدولة انا فرحم بايه كمواطن يسعى لسيادة القانون والديموقراطية ان يجي مثلا حزب يساري زي التجمع يقول لي لا 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 الدنيا تمام في شفافية انا مش مددق من حاجة الامور القانونية ماشية تمام في سيادة قانون على الجميع هل ترى اي نوع من انواع التجاوز القانوني او حد واخد حق مش بتاعه او حد زايد بالمخلفة للقانون في العملية الانتخابية بخصوص مجلس الشيوخ شوف انا كحزب باخد على قد قدرتي وما بسمحش لحد ياخد حق لكن المشهد بشكل عام قانوني مية مية ودستوري مية مية والاخرين يحترموا القانون والدستور ماذا تعني بالاخرين الاخرين الاحزاب الاخرى يحترموا القانون والدستور والاجهزة وتحترم القانون والدستور والتحضير لاتخابات مجلس الشيوخ يتم تماما وفقا للقانون ومناخ يسمح بان الناس ترى في المجلس في هذا المجلس امكانية لو راحت لسه نديق تدي سلطة يساهم الى جانب المجلس النواب في احياء الحياة البراملية انا معرفش انا بسمع منك انا دوري ان انا اقول لحضرتك لو سمحت اقول للناس لان ده شهادة مهمة جدا عيشنا سنين طويلة كنا بنتكلم عن فساد في العملية الانتخابية بنتكلم عن تزوير بنتكلم عن امور وتدخلات تدلوقتي بتقول لي وبرضو الصحاح لو انا فهمت غلق انه هذه العملية تتم الان وفقا للقانون والدستور باحترام الجميع للقانون والدستور ده طبعا ده طبعا يعني مؤكد مية مية ولو فيه اي اختراق خروقات كنا هنبه ليه مع حضرتك وقبل كده طيب بعد الفاصل هسأل حضرتك سؤال فيش وقت كلام كده ان حزب مستقبل وطن ده تبع الدولة مش عارف ايه قريب مش عارف ايه الكلام ده كله لو حضرتك سمعت الكلمتين دول بعد الفاصل قول لي سمعتهم لو ما سمعتهمش قول لي ان احنا بنطلع اشعاعات تمام كده فكر كويس عشان الاجابة دي والكاميرا دي لا لا بعد الفاصل هطلع فاصل وارجع استكمل حواري مع عديفي الأستاذ النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع بنعود لحضرتكم مرة اخرى بستكمل حواري مع عديفي النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع سيد النائب سألت حضرتك قبل الفاصل عن حزب مستقبل وطن الحزب يعني تاريخه حديث لكنه عنده خمسة وتسعين مرشح تقريبا في كل محافظات مصر ولما تتفحص في الأسماء تلاقي أسماء محترمة ولما تشوف البرلمان الحالي تلاقيه أقنع كثير من النواب ان هما ينضموا إليه بتشوف الحكاية دي ازاي اولا نسأل سؤال هما اللي دخلوا حزب مستقبل وطن في الفترة الأخيرة سواء كانوا عضاء نواب في البرلمان او من ما بعد ذلك دخلوا لأنهم مقترعين بالبرنامج لا إنما هما يروا أنه حزب قريب من الحكومة وهذا مش وحش لأن الحكومة بدأت الحكومات المصرية بعد يعني أريب من الحكومة دي لغة قانونية اللغة دي لا لغة سياسية إن الحكومة تهتم بإن يكون في حزب يدعمها جوة البرلمان البرلمان بدأ بإن ما فيش حزب أغلبية في البرلمان وهذا كان ويشكل مشكلة كبيرة لقائد البرلمان في بعض القوانين اللي بتستدعي أغلبية معين اه وكانت عايزة حاوي عشان يدير البرلمان والحقيقة نجح الدكتور عالي يعني إنما في نفس الوقت الحكومة محتاجة أغلبية تتفاهم معها وإتلاف دعم مصر كان يشكل أغلبية لكما فيهوش حزب أغلبية صحيح في عدة أحزاب أما يبقى فيه إشارة جاية من الحكومة إن الحزب للمستقبل الوطن هذا الحزب اللي بيرقسه شاب ممكن أن يكون هو الحزب الأقرب للحكومة اللي بيرقسه مسترع بهاب عبد الرازق حاليا لكن قبل ما يرقسه مسترع بهاب عبد الرازق فيه نواب راحت على حزب مستقبل الوطن سابت المصير اللي احراره وراحت سابت الزاب تانية وراحت إلى حزب مستقبل الوطن أنا بقول شي بقى إن ده وحش ومش حلو لكن هذا هو الواقع إن حزب مستقبل الوطن يستحوذ على أغلبية مش الفاعلين السياسيين القادرين على ممارسة الانتخابات الفعل الانتخابي أما أن يكون فاعل سياسي ده موضوع تاني ممكن يكون كل جوا الحزب هي المسيسة لكن عنده مفوضية انتخابية واسعة في أعضاء كتير جدا تقصد تقول إن تأثيرهم هيكون مش شرط بالعدل التأثير هيكون بالفعل هتأثيرهم انتخابي يعني هو يعرف إذن الانتخابات وينجح لكن جوه البرلمان وجوه البرلمان هو ينفس علمات حزبه وذو طبيعي لأنه ينتمي لهذا الحزب طب أنت شايف تجربة اتلاف دعم مصر بتقيمها إزاي أنا رأي إنها كانت تجربة جيدة ونجحة لأنها ندم نجح شوف برضو أرجع أقول إن برلمان تشكل من أغلبية مستقلة فكون عدد بالأحزاب ينجح إن هو ولا المستقلين يعملوا اتلاف مع بعض ده نجاح في حد ذاته إحنا محتاجين نحي وندعم كل جهد جماعي بصرف النظر عن التوافق والاختفاء الفكري أنت يساري معتدل عارف يعني يساري مستنير فيه كده تسامح يعني أنا أسف يعني غير معتد من اليسار هذا التسامح الجميل كده لأننا عينينا عينينا على إن إحنا الوطن بكل مكوناته لا أستبعد أنا لازم أستضيفك بعد دعوة مستقبل الوطن لموضوع النواب عشان برضو نشوف نفس اللغة هتستمر ولا لا هتستمر لأن مثلا مش أقول لا مش هتستمر عشان تصدفني طيب بازال حزب التجمع بيستقبل عضويات جديدة لا طبعا بالشباب من وسط للشباب بالذات والفتيات يعني فيه شباب وفتيات يتبنون الفكر اليساري ومستمر هذا الفكر الفكر التجمعي التجمعي الفكر اليساري متنوع إنما الفكر التجمعي يعني كتير من الشباب حتى اللي هم خدوا تجربة الثورة 25 يناير و30 يونيو مع النطج لأ أن التجمع معبر أكتر عن إمكانية تحقيقته محاطه إنها ما بتحققش بالضربة القضية الفنية إنها نعمش أعمل اشتراكية بكرة إن التجمع يرايح مع آخرين هو مش عايز يعمل اشتراكية أصلا التجمع لا عايز طبعا عايز جدا إنما أنا رأيه أقول لك حاجة الحزب اسمه التجمع الوطني التقدمي الوحداوي صح كده صحيح مش رحلنا كده كلمة كلمة وطني طبعا طبعا التقدمي بمعنى العدالة الاجتماعية والتقدم لا الاشتراكي التقدمي تعني عدالة اجتماعية آه طبعا الكلمة في اللغة تعني كده يعني تعني في المصطلح السياسي إن هي التقدم يعني سواء كان بلبرالي تقدمي أو يساري تقدمي هو رايح ناحية الاصطنارة والعدالة الاجتماعية طي وأنا أبحث عن المثالي والنموذجي العدلة بمعناها المطلق لكن إذا كان مثلا في أعباء احترطبت على أزمة كورونا فالدولة شلت جزء من هذه الأعباء بأنها ضخط فلوس لبعض الفئات المحتاجة وقفضت على الضرائب ووجلت مدفوعات وحاجات من النوع لكن في نفس الوقت من يجي نشوف بقى حملت إيه للطبقة الرأسمالية كبيرة في هذه الأزمة هل لها حاجة محدودة قوي حاجة محدودة من يجي بقى كمان لما نقول برنامج للصلاح الاقتصادي طيب برنامج للصلاح الاقتصادي الرئيس تصدى لي بفروسية لأن كان لازم يحصل إصلاح الاقتصادي والشعب اللي توج الرئيس قائد لصورة 30 يونيو في 26 بكرة بكرة ذكرها آمن بي ووقفه راف هذا البرنامج لكن تعباء أعباء هذا المشروع اللي هو الإصلاح الاقتصادي لم توزع بعدالة بين الطبقات الشعبية والطبقة الوصفة وبين الطبقات الأوروبية طيب مثلا أنا ممكن نرد عليك أقولك إحنا رفعنا الدعم عن كثير من السلع وحطينا فيه بطاقة التموين مبالغ مادية عملنا تكافل وكرامة عملنا حاجات برامج للبعد الاجتماعي أما أعتقدش أنها كانت موجودة من 50 سنة يعني هي الأسعار بتغلى القيمة الجنية بتبينقص في مدور للدولة أن هي مسؤولة عن الصحة والتعليم والغذاء في الحد الأدنى فإذا كانت بتعمل ده بكفاءة خلاص هي ما بتعملش ده بكفاءة الصحة تعليم غذاء رغم رغم الحاجات اللي حراكلتها وأضيف إسكان جيد بديل للعشوات وأضيف مليون صحة دايما الناس تيجي هنا في البرامج التلفزيونية يقولوا إيه يجب 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 فموضوع في السلطة بيبقى إزاي خاصة السلطة النازيهة يعني بيبقى أنا فتحت أول ما جيت من 6 سنين فتحت الـ 100 دولار والبلد عايزة 500 دولار لو حيك عندك فكرة تدور البلد بالـ 100 دولار عشان تحقق 500 دولار تب ما تقولها لنا شوفنا الحراج بسألنا تبا أنا أقول لها حضراج حاجة إحنا الفرق بين المعارض اللي هو بينتقض وبيقول يجب وما بين المعارض اللي بيقدم بديل هو الفرق ما بين حكومة تستاء من اللي بيقول لها يجب لأنها عاملة كل حاجة من وجهة نظرة ولا تلتفت للبديل اللي بيتقدم لها من معارض الآخر لأنها شايفة عاملة كل حاجة صح بس المعارض الآخر اللي عنده البديل يكون عنده معطيات صحيحة أنا عندي بديل أنا عندي بديل لكن الحكومة بتسمعوهش زي إيه؟ برنامج الإصلاح الاقتصادي نفسه يعني لو لم لو لم يعني على الصلاح الاقتصادي اللي هو إحنا عملنا مؤتمر في حزبنا مؤتمر صحفي علشان نقدم برنامج بديل الإصلاح الاقتصادي عن البرنامج اللي أعلنته الحكومة بتترافك مع صندوق النقد الدولي ورفضنا هذا البرنامج اللي قدمته لأنه في حدود إصلاحك نقدي ومالي وليس إصلاحك الصندوق طب إحنا ليه نساند بقى؟ وإذا سؤال أنا أسأله وأجاوب عليه ليه نساند؟ نساند لسبب تهي مهم جدا أن الإصلاح الاقتصادي وفقا لبرنامج الصندوق ينفس بمعرفة وزارة المالية أما ما يحدث على الأرض ففيه إعادة الاعتبار لصناعات التحولية صناعة الغازل ونسيج البترو كوميونيات الهندسية وده بقى مشروع عفتاح السيسي الرئيس عفتاح السيسي اللي هو نرايح للاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي إحنا قريبين يعني أنا حاسن مسافة الاختلاف مش كبيرة لا لا الكبير مش كبيرة لكن لكن أنا أرجع تاني وأقول توزيق أعباء البرنامج اللي بيتنفس مش عادلة وإن بيتحمل على الفقراء لازم الأغنياء يتحملوا الجزء الأكبر لازم يتحملوا الجزء الأكبر لكن مش كيفان هم وأغلبية في البرلمان وأغلبية في غرفة التجارية واثروا في إيديهم وبعدين بيزعلوا لما تضفر الدريبة عقرية مثلا أو يزعل لما يتنفس قانون البناء الموحد على المباني اللي هي المخالفة وهكذا يعني في طبقة جزء من الرأس المالية المصرية مش عايشة مشاكلنا تمام طب دي الرأس المالية الأحزاب الدينية أو يعني أنا مثلا بأطلق عليها كده ما عرفش ممكن يكون وصف خطأ وهي وجهة نظر يعني مش وصف قانوني يعني مثلا لو كانوا قالوا لك والله أنت دخلت القيمة بتاعت اللي دعا إليها مستقبل وطن دول حضرت لك ثلاثة بس النور هياخد اتنين هو كمان كنت تعمل إيه والله أنا عايز أقول لأول مرة أقولها أقولها في الحزب أقولها في حتة تانية بس أقولها مع حضرتك في اللقاء مع المستشار عبد الرازق هي مقدر قبل مسأله فهو قال نحن عارفين أن حزب التجمع هيقبل تحالف انتخابي مع أحزاب الليبرالية والأحزاب الموجودة ولكن هيبع عنده تحفظ مع نور فقلت له فعلا فقال لي وبالتالي احنا حرصين على وجود التجمع فكانت بالنسبة لي الإجابة كافية بأن أنا أمدفع في هذا التحالف الانتخابي وأنا مطمئن ما له حزب النور يا أستاذ أنت حقيقة مش عارف لك تحفظات غريبة الشكل الحقيقة إيه مشكلة حزب النور لا هو مشكلة حزب النور أنه ما فيش أولا هو يعني بيقول أنا حزب ما فيش أولا دليل شرعي في الدين يقول أن مجموعة من المسلمين يعملوا حزب ويبقوا هما برا جماعة الإسلام المسلمين يبقوا هو لوحده المسلمين نمرة اتنين أنه لا يستطيع أن ينكر أنه له رأي في المرأة مختلف عن رأي عامة الشعب المصري نحن نرى أن المرأة كائن متساوي مع الرجل في كل حاجة عمل وشغل وصحية هو يرى موضوع مختلف يرى الآخر الديني أنه أقل يرى أن الارضام الحكم عندما يتمكن مش هيبقى دستور عن طريق دستور لكن بيبقى عن طريق أهل الحل والعقد وكان هذا مشروع في دستور الإخوانة الذي سقط اللي هو المادة 219 اللي هي أهل الحل والعقد يدخل بس حزب النور في الإخوان إحنا ده موضوع وده موضوع تاني ده هما المعمل مش حزب النور الحركة السلفية هي المعمل الذي يخرج سلفي مالوش علاقة بالسياسة وبعدين لما يحب يتم بالسياسة يروح على الإخوان وبعدين لما يلاقي الدنيا مش مشى معايا يبقى إرهابي أو يشيل سلاح وبعدين في المعمل هو ده التفريخ بيجي بين هنا طيب أنا بقى ما عنديش مشكلة ولا أزمة مع حزب النور إذا كان دوره دعوي وجوه الجامعة لكنه يتصدل السياسة لازم أقوله الديني سنت شرحي من الدين إنك تعمل حزب قول لي رأيك في موضوع المرأة بوضوح قول لي رأيك في موضوع الآخر الديني بوضوح قول لي رأيك في قصة الخلافة بوضوح هو مش هيجاوب على الأسئلة دي يبقى هو مش جزء من دولتنا المدنية وهو مواطن مصر علينا وراسي برضو لو أنا قلتلك تقيم الحياة سياسية في مصر من ضعيف وجيد وجيد جدا تختار إليه لا الحياة سياسية ضعيفة يعني الأحزاب ضعيفة المؤسسات المجتمع المدني ضعيفة النقابات ضعيفة المهنية والعملية مين المسؤول لجساء المسؤول المسؤول النمر واحد القائمين عليها أولا القائمين على الأحزاب والقائمين على للنقابات والقائمين على المستواصلات المجتمع المدني ودعايته. لمرأة اتنين من جانب آخر الدولة مسؤولة لأنها الدولة مش هتقدر تقوى وتقوم بمهمها تجاه كل المجتمع بدون مسندة مجتمع مدني قوي. فلازم تنسيها يعيد في هذا. في دفع الأحزاب للتقوية أوضحة. تشارك الآخرين المجتمع المدني والأحزاب في إنتاج منظومة ثقافية بديلة لمنظومة ثقافية اللي هششها في عقول الأجيال الحديثة والحالية اللي هي بتكره الآخر وتستبعد المرأة من العمل العام. اللي هي سلفية. تنظومة سلفية. نحن عزيز منظومة ثقافية مستنيرة تقبل الآخر والأخ. الحاجة الثانية أن الحزاب ليس ممكنها تقوى من غير قوة المجتمع المدني. فطالما المجتمع المدني ضعيف الأحزاب ضعيفة. ومش ممكن هنقوى من غير ما يبقى بنحل مشاكل شعبية. الصحة. التعليم. السكن. العمل. إذا المواطن تأمن دول هيقدر يقرأ يفكر يشوف بررامج زي ده مدام يدور على ساعتين شغل إضافية وهكذا فهيبقى شريك. شريك. وهي تحول من التعامل من مع المواطن باعتباره إحنا ضوفه لأنه شريكنا في كل حاجة. ما بقاش في مواطن نمر واحد نمر اتنين إحنا كلنا زبعة. عندك أمل إن إحنا بنتقدم ولا يعني شايف الدنيا وقفة؟ لا لكل البرنامج الاقتصاد اللي بينفزه الرئيس عفتاح السيسي بعادة الاعتبار للصناعات التحويلية والاحتفاظ بصرواتنا المعدنية في الداخل وتصناعها وتصلاح البرنامج الصحي والتعليمي ده هيبقى بيشكل نقلة حقيقية ومهمة جدا في تاريخنا في اتجاه مصر دولة حديثة يبقى ناقص دور النخبة في انها تساند هذا المشروع ومتعرقلوش سواء مخبراء السمالية أو ثقافية أو السياسية متعرقلوش وتساند هذا المشروع وتصححه وتقبل الحكومة النقد على هذه الأرضية عظيم سيد سيد عبد العال انا بشكو حياتك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة دي كانت شهادة رئيس حزب التجمع الشهادة دي بتسجل علينا في هذه المرحلة من الواضح ان هناك حالة من الرضاء وبصراحة موقف يعني يحترم لحزب التجمع انه يعني بينظر الى التجربة اللي دعا اليها حزب مستقبل وطن هذه النظرة المتفقلة الجميلة التي تدعو الى التعاون قاعد حضراتكم هستقبل ضيفي مرة اخرى عندما يدعو حزب مستقبل وطن لموضوع البرلمان ان شاء الله يعني انا سامع كده ان احتماني تديره واحد اتنين في البتاع ساعتها بقى موضوع التوافق هيبقى عامل ازاي والدنيا ماشي ازاي بس سعدت جدا بالنقاش معنا ساعدت بشكرا مرة تانية على تنبيك